يا أهلاً وسهلاً أنا عبد العزيز الغامدي وهذا بواتكاست المسؤولية الاجتماعية أحد منتجات سماوة واللي نهد فيه لإثراء المحتوى بتجارب القطاعات المختلفة في المسؤولية الاجتماعية استضطت في هذه الحلقة للساد فادي الرابغي مستشار ومدرب ورئيس إدارة في مجال المسؤولية الاجتماعية تكلم أبو أنمار عن بداياته في المسؤولية الاجتماعية وكيف كان شغفه وحبه اللي أعطاه الدافع أن يدخل في هذا المجال رغم عدم وضوح الموضوع في المستقبل وذكر مجموعة مصطلحات ومواضيع متعلقة بالمسؤولية الاجتماعية ووضعها ضمن كلمة مرفع اللي هي الموارد والركائز والفئات والأدوار وأصحاب المصلحة وذكر تفصيلها في اللقاء أيضاً ذكر الفروقات بين مفهوم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وأيضاً تأسيسهم نادر الاستدامة السعودي ومواضيع ومحاول أخرى تكلم فيها ضيفنا شاركوا هذه الحلقة لكل من تعتقدون أنها تهم أترككم مع الحوار حي الله أبو أنمار الله يبقيك وحييك الله يسعدك في البداية ودي يعني ما شاء الله طبعاً أنا بعمل سيرش كذا وشوف يعني عندك عضويات وعندك يعني مبادرات واشياء متعلقة بالمسؤولية الاجتماعية فريد أن أفهم مجال المسؤولية الاجتماعية من واقع تجربتك والعضويات اللي أنت دخلتها والممارسات اللي أنت مارستها جميل جداً طيب هذه لها قصص كثيرة ولكن خليني أقول لك يعني المسؤولية الاجتماعية بالنسبة لي هي في الدينة وجزء من تركيبة الشخصية وممكن عملي في مجال التطوع في سنوات مبكرة من أيام المدرسة أيام الجامعة ساهم في عملية التركيبة الشخصية هذه فبالتالي ما وصلت له اليوم هو تراكم لمجموعة من الخبرات والمهارات وما أرجع أقول لك يمكن يعني ما لي فضل فيه ولم يكن مخطط لذلك المسار المهني غالباً ما يكون مخطط له فتحتاج أنت عندك مجموعة من الخبرات والمهارات استثمار للفرص اللي تجيك وما أظن مقاومة التغيير فتشكيل هذه المهارات وضعتني في يوم من الأيام أمام محق أمام فرصة يعني أنا كنت مارس المسؤولية الاجتماعية بشكل فردي في إحدى الجهات جاتني فرصة وظيفية بمسمى المسؤولية الاجتماعية ففي ذلك الوقت كان بالنسبة لي ما أفهم المجال هذا بهذا المصطلح عام كم هذا؟ عام 2012-2013 تقريباً ولكن أخذت المخاطرة وتحدي حق أنه هذا مجال جديد ولما دخلت هذا المجال وجدت أنه يشبهني وخط فيه غيمار كبير رغمين من كثير من التحديات يعني أنا ما نكلم كان قبل 11 سنة تقريباً لما تقول مسؤولية اجتماعية كان عبدالعزيز البعض يقول لي الله يرزوك برضيفة أفضل من هذه صراحة شيء ما هو معروض أصلاً تماماً والناس تنظر له أنك يدت مرحلة مقتب صراحة ما ألومهم ديك الأيام مين من الشركات اللي كانت عندها هذه الممارسات أو كان عندها هذه الإدارات فأنا عندي أذفة أمام تحدي إذا لا سمح الله ما أكملت مع هذه الجهة وين المكان التالي؟ اللي عنده إدارة مسؤولية اجتماعية يستطيع أنه يستقطبني فيها فكان فيها مغامر فكان البعض يقول لي يا أخي غير مسارك اكتشف أمر آخر ولكن الإصرار في أني أكمل في هذا المجال وجدت فعلياً أنه أرض خصبة لأن الواحد يصنع فيه التأثير والتغيير تعلمني أن يكون الشيء الجديد فرصتك أنك أنت تقدم فيه الكثير وأنك تبرس في هذا المجال يعني قدرت من خلال أقول لك تكوين المهارات اللي موجودة مثلاً مهارات الاتصال كان عندي مهارات التدريب فصخرت جوانب التدريب أني أدرب في مجال المسؤولية الاجتماعية القراءة، حضور الفعاليات، المؤتمرات الداخلية والخارجية بالإضافة نرجع أقول لك عامل الشغف يعني سمو سيدي ذكر موضوع الشغف كثيراً أهمية في الاستقطاب عملية الشغف فمتى ما يكون عندك أنت شغف اتجاه هذا المجال ماذا تريد أن تقدم لهذا المجال؟ بعد الله سبحانه وتعالى هو اللي ساهم في عملية أني أبرز في هذا المجال وأني أستطيع الحمد لله بعد هذه السنوات كلها أني أكون لي اسم في هذا المجال وأستطيع من خلاله أني أخدم وطني ومجتمعي في شيء أنا فعلياً أني أحبه وفعلياً أني أنا أريد أن أقدم من خلاله شيء مختلف حتى عملت سنوات طويلة مع الزملاء في وزارة الموارد البشرية على موضوع الاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية على موضوع المؤشرات المختلفة الدليل الوطني موضوع الآيزوساسو 26 ألف فهذه كلها للأمانة مكنتني لازلت أذكر رحبة أول استقطاب في لجان المسؤولية الاجتماعية حكينا عنها كذلك يعني تعرف لما تجي في حضرة دكاترا أغلبهم موجودين وأشخاص أكبر منك في العمر وإن تصغرهم سنًا ومستقطب في لجنة فتشكك في نفسك ماذا سأقدم أمام هذه القامات ولكن أرجع أقول لك تطويع الخبرة والممارسة والقراءة والشغف الحب في هذا المجال للأمانة فتح لي أبواب كثيرة فأنا أذكر في أول لجنة استقطبت فيها كان مدير هذه اللجنة كان مدتها طويل ثمانية شهور جاني بعد الثمانية شهور بعد ما انتهينا الحمد لله ونجحنا في انتهاء من هذه من المخرج حق هذه اللجنة قال لي للأمانة كانت مدخلاتك من أكثر مدخلات اللي استفدنا منها فهنا وجدت في نفسي أنه دائماً كن مقدام دائماً لا ترفض الفرصة ولا تقلل من إمكانياتك حاول أنك أنت طالما أنك مجال مسؤولية اجتماعية أصبح مسارك ومستقبلك ومجالك لا تفوت أي فرصة بأنك أنت فعلياً أنك تستغلها وتقدم من خلالها حبك وشغفك في هذا المجال وتضيف الإضافة القيمة فيها حتى لو كان في شك الموضوع حتى لو كان في شك حتى لو كان في شك تستطيع فعلياً ونقول لك من تجارب كثيرة الحمد لله زي ما تفضلت أنت عضويات ولجان داخل السعودية وخارج السعودية ولجان تحكيم ولجان في كثير من البرامج والمبادرات بس لا زل تذكر تلك الشرارة اللي هي كانت التخوف الأولي لذلك لما قلت لك هي عبارة لما تكون مسارك المهني تقريباً هي تتكون لك من مجموعة من الخبرات عندك استثمار للفرص ومقاومة للتحديات فكيف أنك أنت يكون عندك قناص للفرصة؟ لا ترفض الفرصة أنا لما جاتني فرصة مسؤولية اجتماعية كان بالنسبة لك طب ما هو مجالي أنا فعلياً مني متخرج ولا قيد اشتغلتها وله مسار مهني لي ولكن أخذ الفرصة هذه بعين الاعتبار واستغلالها بعد الله سبحانه وتعالى فتحت لي أفق كبيرة أيضاً موضوع تذكر تقارير الاستدامة تقارير الاستدامة الحمد لله من الأشخاص اللي أعمل فيها من سنوات طويلة وعملت عليها في يدي وهي من الأمور اللي اليوم كثير من الشركات بدت تعمل على موضوع إصدار تقارير الاستدامة فأذكر كان في بداية أنه أوكلت لي المهمة في أحد الجهات قالوا لي تقارير الاستدامة حتكون تحت مسؤوليتك نفس الحكاية مصطلح جديد مفهوم جديد تحدي جديد المفهوم أيضاً ما هو بدارج فما في مراجعك كثيرة موجودة فيه خاصة على مستوى الوطن العربي ما في ممارسات كثيرة فعندي تحدي كبير في التعملية التعلم ولكن خوض التجربة والتحدي هذا الحمد لله اليوم أنا سرتفايد في كثير من المعايير زي الجي آر آي والآي آر عندي اليوم شركة استشارية في نفس المجال والحمد لله أني قدرت أني حتى في موضوع الدليل الوطني للمسؤولية الاجتماعية جزئية التقارير عملت فيها مع الزملاء على هذا الجانب ففتحت لي أبواب كثيرة من مصدر خوف ومن دائرة الراحة إلى أن صنعت لك مسار مهني ولو تكلمنا في الجانب الأول اللي هو بدايات تكون فكرة المسؤولية الاجتماعية عندك مش كجانب ممارسة ولكن كجانب عملي أو كجانب أكاديمي أو خلينا نقول جانب متعلق بالشركات هذا كان عالفين وكم؟ 2012 تقيمة لك 2013 تقيمة هي بدأت دقلتي في هذا المجال بشكل رسمي فيك الفترة موضوع المسؤولية الاجتماعية والاستدامة والأشياء هذه فين كانت متركزة؟ فين كنت تشوفها أنت كممارسة؟ هل كانت أصلاً موجودة على الأرض الواقع؟ ما كانت موجودة بشكل كبير وأقول لك هذا التحدي اللي كان على موضوع المسار المهني كان البعض يقول لي طيب ما هو القادم بعد ذلك إذا أصبح الموضوع هذا فعلياً ما حقق أنه ينتشر على مستوى الشركات وتصبح ممارسة موجودة فبالتالي وين هيكون مكانك بعدها؟ وما هو مستقبلك المهني؟ وأنت قاعد تضيع مجموعة من سنوات خبراتك في شيء ما هو بثابت ففي تحدي أنه وين ممكن يكون هذا المجال؟ موجودة في الشركات موجودة على مستوى الحكومات على الجهات غير الربحية هل هو سيتبلور بهذا المصطلح سيصبح مصطلحات جديدة تصدر في هذا المجال؟ ففعلياً ما كانت في ممارسات كبيرة عدد من الشركات كانت بسيطة التي تعمل والجزء الذي كان يعمل أيضاً كان يعمل بجزء يمكن أن نتكلم قبل تزييل اللقاء على موضوع الممارسات والمبادرات كان البعض يشتغل كثير على موضوع المبادرات ففعلياً تجد عنده مبادرات قد تكون غير منظمة مبادرات عشوائية قد يكون موجودة تحت صورة الرعايات موجودة تحت التبرعات النقدية وهذه كلها تسيء إلى مفهوم المسئولية الاجتماعية لأن مفهوم المسئولية الاجتماعية ما هو مفهوم مرتبط بشكل كبير في المبادرات هو مرتبط بشكل أكبر في جزئية الممارسات بشكل أكبر فلو نجي على تاريخ المسؤولية الاجتماعية في عملية التأسيس المسؤولية الاجتماعية لمن بدأت بدأت في مرحلة الثورة الصناعية لمن أصبحت هناك كينونة قانونية للشركات والمصانع ما قبلها كانت المسؤولية الاجتماعية موجودة في روح أي مهنة أو حرفة لأن المهنة والحرفة هي تعكس قيم العائلة وأخلاقيات العائلة سواء كانوا في النجارة سواء كانوا في الحدادة سواء كانوا مزارعين ففي الأخير أخلاقيات هذه العائلة تنعكس في أخلاقيات العمل فبالتالي ما كان يتطلب موضوع وجود مفهوم ينظم هذه العلاقة ولكن لمن أصبحت هناك شركات وهذه الشركات مجمع فيها أشخاص من فئات مختلفة من المجتمع أصبحت هناك تضارب لا يوجد هوية لا توجد ثقافة لدى هذه ولو توجد أخلاقيات محددة كل من يعمل من أجل المادة والشركة وجدت من أجل حصول على المادة فلا توجد تلك الأخلاقيات فبالتالي أتى مفهوم المسؤولية الاجتماعية لضبط أعملية الأخلاقيات ولسد احتياجات المجتمع خاصة فيما يتعلق بالممارسات مثل موضوع البطالة فمن هنا جاء مفهوم المسؤولية الاجتماعية فبالتالي المسؤولية الاجتماعية أصلها نابع من الممارسات ولكن مع مرور الزمن ووصولها أصبح فيها تشوه لذلك ننادي بعملية الوعي بالمسؤولية الاجتماعية وآليات تطبيقاته بطريقة صحيحة في تحسن على المستوى السعودية لكن لا زال في البعض لما تقول المسؤولية من قبل فترة بسيطة في أحد اللقاءات التلفزيونية لأحد الشركات الكبرى دون ذكر اسمها كان المتحدث الرسمي يتكلم على موضوع وجود الرعايات للفعاليات والحفلات هي جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية وهذه ليست جزء من مسؤولية الاجتماعية أنت تتكلم اليوم هذا جانب تسويقي ترويجي للمنظمة ولكن لا يوجد أثر يتبع من هذه الرعاية قد تكون في رعايات تتعلق بالأثر الاجتماعي موجودة ولكن لا بد من تصنيفها وتقنينها وأيضا عمليات التبرعات النقدية فأنا مثلا أعطيك مثال خلينا نقول لك اليوم خلينا ناخد مثلا فئة ذوي العاقة ذوي العاقة اليوم لو جيت أنت أخذت أحد من ذوي العاقة وتسأله تقول له يا أخي في شركة الشركة X هذه عندها إمكانية تبغى تتبرع بمبلغ مليون ريال لصالح جمعية ذوي العاقة مثلا ممتاز وأيضا عندها option ثاني إنها تقدم المسؤولية من خلال ممارساتها من جوهر عملها كيف؟ جميل من خلال إنها تفتح التوظيف لذوي العاقة من ناحية إنها تؤهل إذا تشارك عندها فروع إنها تؤهل فروعها ومبانيها للوصول الشامل إنها تنتج منتجات صديقة لذوي العاقة وخدمات صديقة لذوي العاقة أيهما سيختار؟ هل سيختار المليون لمرة واحدة وتبرع ولا سيختار الأمر المستدامة اللي هي في ممارسات الشركة فهذا المثال هذا يخليك تفرق بين الممارسة وبين المبادرة صحيح هذا الفكرة يعني صحيح 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 فالممارسة هي أنا أقول لك قد تشكل 70% من المسؤولية الاجتماعية لابد أصلا أن تبدأ المسؤولية الاجتماعية من الداخل وأنا خليني ألخص لك ياها بناء على تجربتي أنا عندي منهجية مسميها مرفأ 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 كل حرف يرمز إلى أمر عندنا حرف المين اللي هي الموارد ونقصد بها هنا أنه كيف المنظمة تستثمر جميع الموارد الموجودة في المنظمة الموارد البيئية الموارد اللي هي تتعلق بالموارد البشرية الموارد المالية الشراكات وقوة المنظمة غالبا غالبا المنظمة تتجه إلى الموارد المالي تقول مسؤولية لذلك يصير في مقاومة من الشركات لما تقول مسؤولية اجتماعية لها معناها ميزانية معناها مالي معناها فهذا اللي يضر المفهوم مسؤولية اجتماعية ليست كذلك مسؤولية اجتماعية أنت تملك موارد كمنظمة تستطيع أنك تسخرها لصالح المجتمع موارد أنت لن تنفق عليها بشكل إضافي مثلا عندك الموارد البشري اليوم عندك قوة بشرية من الكفاءات والعقول والخبرات والمهرات كيف توظفها من خلال التطوع الاحترافي لصالح المجتمع هذه قيمة أنت تملكها فهذا ما دخل فيه جانب مالي ما في جانب مالي كيف تحيي وعي التطوع الاحترافي لدى موظفينك بحيث أنهم يستطيعون أن يقدموا لصالح المجتمع تعطيهم مثلا تنظم لهم برنامج تطوعي تحسب لهم ساعات التطوعية تعطيهم اللي هي زي أشبه بالإجازة مثلا إجازة تطوعية سواء بالساعات سواء بالأيام في السنة فأنت تحفزهم على هذا الجانب وتحسب لهم وتكافئهم عليه فهذا مورد عظيم جدا قد تغفر عنه كثير من الشركات عندك أيضا المورد اللي نسميه إحنا مورد القوة المنظمة ما هي قوة المنظمة كل منظمة عندها مباني عندها خدمات عندها منتجات عندها تقنيات عندها كثير من الأمور اللي تقدر تسخرها لصالح المجتمع مثلا شركة كانت في مجال الاتصالات تستطيع أن تقدم خدمات الإنترنت مثلا للجهات غير الربحية بشكل مجاني ما نقدم مسؤولية اجتماعية شركات عندها مباني ملاعب قاعات تستطيع أن تقدمها لفعاليات اللي تتعلق بالقطاع غير الربحي والفعاليات المجتمعية بشكل مجاني فعندها أيضا منتجات تسخر أيضا وتقدم هذه المنتجات والخدمات لصالح المجتمع فهذه قوة المنظمة أيضا من الأشياء اللي تملكها المنظمة وتستطيع من خلالها أن تقدم سؤولية اجتماعية أيضا الشراكات اليوم في منظمة ما عندها شراكات سواء شراكات مع موردين شراكات مع جهات حكومية شراكات محلية أو عالمية كيف تجي أنت وشريكك تقول والله عندي شركة في مجال المقاولات تعالي الشركة اللي بننا إحنا أريدي بيزنس تعالي نوسع البيزنس في شيء يتعلق بالمجتمع ليش ما نحسن من تطوير ملعب الحي اللي إحنا موجودين فيه مثلا فهذه شركة في مجال المقاولات تستطيع أن تقوم بعملية الترميمة وعملية البناء وتحسب مسؤولية اجتماعية للجهتين فهذه الجهة ساهمت في أنه تعزز وتزيد ثقافة ووعي المسؤولية اجتماعية لدى شراكاتها فهذه موارد تملكها المنظمة تستطيع من خلالها أن تقدم مسؤولي اجتماعي فهذه المين المين المارفة المارفة ولا تميل كل المين للبيئة وتنسى المجتمع ولا تميل المجتمع وتنسى الاقتصاد ولا تميل الاقتصاد وتنسى كليهما فإعمل عملية التوازف المسؤولية اجتماعية هو مفهوم عميق مفهوم متجدر يتسم بالشمولية وهذا التحدي فيه لذلك تحتاج أنك أنت تلم بكل هذه الأمور يعني لما تقدم مسؤولية اجتماعية تأكد كمنظمة أنك تغطي الثلاثة ركايز ننتقل إلى حرف الفا اللي هو الفئات ما نقصد بالفئات اللي هو ممكن ندار بيني وبينك إذن نقاش عليها موضوع اللي هو من تنطبق عليه مسؤولية اجتماعية تنطبق عليك وعليك وعلى أي فرد اليوم موجود في مجتمعك كأفراد نستطيع أن نقدم مسؤولية اجتماعية أيضا كشركات نستطيع أن نقدم مسؤولية اجتماعية كحكومة كجهات حكومية نستطيع أن نقدم مسؤولية اجتماعية وأيضا كجهات غير ربحية نقدم مسؤولية اجتماعية كجامعات نقدم مسؤولية اجتماعية فهي تشمل جميع الفئات الفكرة منها طبعا هي يعني ما أخذين المقطع من التطبيقين اللي هو المشهورة صحيح على الفكرة أنه كيف أنت ربطت المقطع هذا أنه والله فيه اثنين من الكباف السن جايين عند شخص على أساس كأنه هما التطبيق حق الأقصاد يلا جيب الفلوس اللي تبعنا صحيح فأنت كيف ربطتها في موضوع أنه هذه متعلقة بالمسؤولية الاجتماعية على موضوع مرفع والموضوع الفئات فأنت كيف كيف أنت كنت ربطتها على موضوع أنه أنا هذا الشيء متعلق بالمسؤولية الاجتماعية أول شي لخ حمدي وفريقه العمل رائعين جداً في إيصال رسائل مجتمعية لا تخلوا من الفكاهة ورسائل للأمانة عميقة وممتعة ويعني تصل للشخص البسيط بشكل جداً رائع وجميل طبعاً هو تطرق على عملية أنه كيف أنك تكون عندك استهلاك نهم وهذا بطبيعة حياتنا أحياناً مع العروض أحياناً وفرة المادية نتجه إلى عملية شراء أمور لا نحتاجها فهو عملية الاستهلاك أكثر من الاحتياج فمفاهيم المسؤولية الاجتماعية اللي هو تقنين الاستهلاك فهذا موجود ضمن أهداف التنمية المستدامة السبعطاش اللي هو الإنتاج والاستهلاك المسؤولان فهو ينطبق على الجهات كشركات أو مصانع وينطبق على الأفراد كشركات ومصانع لا تنتج أكثر مما يجب أن تنتجه حتى لا تؤثر على موارد الطبيعية وكفارد لا تستهلك أكثر مما تحتاجه حتى لا تتسبب في إنتاج أكثر من الاحتياج وأيضاً في عملية التصريف لاحقاً إنه قد يكون التصريف لهذه المنتجات سواء كانت إلكترونية أو ملابس أو واتفا وشما كانت يكون بطريقة غير صحيحة وتضر البيئة ورغم في طرق اليوم كثيرة وفي مبادرات مبادرة كوسو وكثير مبادرات اللي تساعد في عملية تقنين عملية الأثر التابع من وفرة الاحتياجات مثل موضوع مثلاً الملابس بإعادة تدويرها من جديد وإعادة توزيعها للفئات المحتاجة فللأمانة كان فيها رسالة جداً عميقة أحببتها وممكن تلخص كتب يعني فتوصل الرسالة بشكل سلس وسهل وجميل وتوقيتها كان جداً مناسب خاصة أننا في أيام العيد فالناس طارت مع العروض بشكل مخيف فأنت ربطتها أنه هذا فعلاً جزء أساسي يعني جزء أساسي متعلق بالمسؤولية الاجتماعية متعلق بالأفراد بالأفراد نعم والجهات سواء كانوا مصانع أو شركات بس طبيعة الشركات المصانعية بتبقى ربح يعني ما حتتطرق بشكل كبير للجوانب الأخرى يعني أنا كوني شركة بهمني على المقام الأول اللي هو موضوع الربح فكيف أنا أقدر أني أوازن بحيث أنه أنا ما أتأثر أو ما أأثر على الهدف الأساسي من إقامة الشركة وفي نفس الوقت أنه أنا ما أأثر على الجوانب البيئية والجوانب الأخرى جميل لذلك أنا أسمي المسؤولية الاجتماعية هي الميزان الشامل لكل الموازين اليوم المنظمة بشكل عام وهذا حق مشروع لها هي موجدة من النجرة الربحية وفي الأخير الجوانب الاقتصاد هي في هرم كارول تجي في قلب في بداية الهرم بالتالي إذا ما كان للشركة لديها اقتصاد مسؤول لا نريد الباقي لا نريد مجتمع مسؤول ولا نريد بيئة مسؤولة حتى لأنه انهيار الجانب الاقتصادي في المنظمات تحديدا في الشركات هو انهيار للمجتمع فيصبح هناك بطالة وتسرب للعمال اللي موجودة فيها فبالعكس نحن نشجع لعملية انه ركز على الجانب الاقتصادي ولكن نرجع للميزان الشامل اللي يشمل كل الموازين لا بد يكون عندك اللي هو الأخذ بعين الاعتبار النظرة هو قد يكون مفيد جدا للربحية ولكن لما نضعه على ميزان ما يتعلق بالمجتمع أو ميزان ما يتعلق في البيئة قديش قد يكون هذا الأمر ضر فسدد وقارب إذا كنت أنا هأنتج مثلا عشر آلاف ممكن أقللها إلى مثلا ثمانية آلاف وبالتالي أقلل من عملية اللي هو وزنية انه ضرر يعني ما يأخذني نهم الربحية بعيدا عن الموازين الأخرى فمثلا أنت عندك المسؤولة اللي هي إدارة المشتريات هي تعتبر ميزان ما بين المورد وما بين المنظمة عندك إدارة المورد البشرية هي ميزان ما بين الموظفين وما بين المنظمة إدارة التسويق مبيعات ما بين العملاء وما بين المنظمة هنا دور المسؤولية الاجتماعية الميزان الشامل كيف تخليهم يوزنوا لأنه غالبا هو دريفن باي الربحية وباي المستهدف أنا سأميل للمنظمة حتى ما يزعلوا من ننظم المورد البشرية يميلوا مرة كثيرة على المنظمة فهي الهدف هنا هنا السنة من اللي يمسك السنة هذه؟ المسؤولية الاجتماعية إنك لا تميل كل الميل على موضوع المنظمة ولكن انظر أيضا بعين الاعتبار لأصحاب المصلحة الآخرين للمنظمة والوزنية هذه هل لها مقييس؟ صحيح في عندك أنت الآجو 26 ألف مثلا آجو 26 ألف هي من الأكثر الأدلة الإرشادية العالمية اعتمادا ورواجا في موضوع المسؤولية الاجتماعية وإحنا الحمد لله في السعودية من خلال هيئة المواصفات والمقييس تم اعتمادها في السعودية تحت اللي هي أساسه عايزه 26 ألف وأصبحت معتمدة ومنتشرة وممكن أنا شرفت في فترة بأنني كنت جزء من فريق العمل اللي عملوا على هذه المواصفة واعتمادها في المملكة فتتكون من سبع محاول رئيسية تتكلم عن الحوكمة، تتكلم عن حقوق الإنسان، تتكلم عن ممارسات العمل، ممارسات التشغيل، المجتمع، والبيئة، والمستهلك فهذه واحدة من المعايير المتعارف عليها وبيعمل بها بشكل كبير جدا اليوم إحنا في السعودية محبوظين برؤية سمو سيدي على موضوع عشرين ثلاثين واللي هي أوجدت ووضعت المسؤولية الاجتماعية في قلبها فاليوم المسؤولية الاجتماعية هي جزء لا يتجز من رؤية عشرين ثلاثين وبعدها وجدنا حراك كبير جدا اليوم أصبح عندنا استراتيجية وطنية اليوم أصبح لدينا مؤشرات أطلقت قبل فترة قريبة ما بين تداول السعودية وما بين وزارة الموارد البشرية أصبح لدينا دليل وطني للمسؤولية الاجتماعية عندنا المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية عندنا كثير اليوم الحمد لله من الحراك اللي ينظم هذه العلاقة ويضعها في طريق الصحيح فاليوم أيضا بالنسبة للمعايير الوطنية اليوم موجود عندنا أيضا الدليل الوطني وموجود عندنا الاستراتيجية الوطنية هي تعتبر اليوم خارطة طريق للشركات تستطيع من خلالها أن تعمل بالمسؤولية الاجتماعية بالمفهوم الصحيح جميل ولو نرجع لكلمة مرفه ونكملها جميل الموارد 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 الرائل اللي هي الركائز والفائل اللي هي الفئات ونجينا منها جميل وذي حين جينا ألف والس ثنين ألف اللي هي الأدوار والألف اللي هي أيضا الممارسات فعندنا مثلا في الأدوار عندنا اللي هي جزئية اللي تكلمنا عليها اللي تتعلق بموضوع دور المسؤولية الاجتماعية في موضوع الممارسات وفي موضوع المبادرات هذا جزء مهم جدا في أي جهة تبغى تنطلق في موضوع المسؤولية الاجتماعية لابد لابد أنها تركز بشكل كبير جدا على موضوع الممارسات ولابد أن تنطلق من الداخل إلى الخارج كيف جميل اليوم هي منظمة عند أصحاب مصلحة وتعريف أصحاب المصلحة لكل منظمة مختلف لكن يتفقون على موضوع أنهم هم العملاء والموظفين والموردين والمجتمع والبيئة والمشرعين وكل منظمة لها تعريف لأصحاب المصلحة هم من يؤثر ويتأثر بالمنظمة فاليوم كأصحاب مصلحة لهم حق كبير جدا في موضوع هذه الممارسات المسؤولية الاجتماعية لقونا لأيكم باب النجار مخلع يعني تروح أنت وتشطح وتسوي مبادرة في مجال في الخارج وأقرب شي عندك موظفين هم في قمة الاحتياج داخل هذه المنظمة وينك من مسؤوليتك اتجاههم وأنا أذكر واحد من الزملاء ذكر مرة قال لو كل شركة تقوم بدوره في موضوع المسؤولية الاجتماعية لك تفينا ما عند نحتاج أحد يسوي مسؤولية الاجتماعية لحد بره كل من يسوي مشترعي لبهل بيته وأنا يمكن في أحد الجهات كنت أعمل وتذكر من مواقف اللي مؤثرة بالنسبة لي حتى أقول لك هي أتكلم معك من تجربة جيد كان كنا بنوزع شي تعلق بكسوة شتاء في أحد الأحياء في مدينة الرياض وأثناء التوزيع واجهت شخصين يعملوا معايا في هذه الجهة فسلمنا ويجابكم هنا ويش عندكم هنا قلتوا والله عندنا اليوم عندنا مبادرة في المسؤولية الاجتماعية وقاعدين نوزع في الحي قال طيب ما ينوبنا من الطيب نصيب ففعليا أثرت فيه أنه كيف إحنا قاعدين طالعين حي في الرياض وقاعدين نوزع وفعليا دخل هذه المنظمة في ناس من ذوي الدخل المحدود من يستحق هذا الدعم ممكن لو أنا أعطيته لكفيته ما كان يحتاج أن يطلع برا فمن بعدها غيرنا الاستراتيجية وصارت عملية التوزيع تصير في الداخل في الأول لتقطية الاحتياج بالكامل ومن ثم الانتقال لتقطية الاحتياجات الخارجية أول كان العكس أول كان أصلا ما يوخذ بعن الاعتبار الداخل ولكن بعدين مع مجموعة من الإدارات اللي فيها موظفين يعتبروا من ذوي الدخل المحدود وحتى عملناها بشكل سرية كاملة أعطونا من الأسماء وتوزع لهذه الإدارة وتوزع للموظفين حتى بعد نهاية ساعة العمل حتى أنه ليكون في إحراج مع زملائهم وزبيلاتهم داخل المنظمة ففعليا هنا دورك هنا انتقلت من المبادرة إلى الممارسة ليش كانت المبادرات أو الممارسات تأخذ على أنها من الخارج ليش ما كان أو شيء يأخذ من الداخل داخل المنظمة بعد كده يكون على الخارج يعني ليش كانت الفلسفة والفكرة وأنا أرجع أقول لك كان قلة وعي للأمانة وأنا أرجع أقول لك هنا التراكمات الخبرة والتجارب هي اللي تشكل فيك بعد كده فكلنا نخطي فلان إحنا نشارك تجاربنا وخبراتنا لن نريد الأخرين أن يخطو هذه الأخطاء فنتكلم من واقع وغالبا لأنه هذا كان الدارج وهذا الصراحة اللي يسمع أحيانا ما تكون تقولي شركة ربحية وأحيانا وش اللي يسمع؟ لو أعطيته لي جوه ولا أعطيته لي بره شكرا فبالتالي أنا بالنسبة لي اللي أعطيته لي بره واللي بره يتكلم علي وأصور بره ولا أطلع بره فأنا كده أكتفد وشكرا شكرا لكن اللي في الداخل هتنزل خبرة أنت تكتب والله أنا وزعت لموظفيني هتنزل تغريدة هتقدر لأنه هذا شيء هو معاك مع عائشك يوميا فبالتالي هيصير زي أهل بيتك أنت لو تقوم بأحد اليوم من أسرتك من أقاربك الأقربون اللي أنت تعرف أنه والله هو في احتياج بكل تأكيد عملك هذا ما رح يطلع خارج نطاق هذه العائلة وهذه الأسرة لأنه واجب عليك فهين الممارسة هي واجب هنا نقطة أنه إيش الفرق بين الشيء الواجب عليا وما بين المسؤولية الاجتماعية يعني أنت ذكرت أن الموضوع الموارد البشرية أنه في أشياء أغلبها متعلقة فيها مسؤولية اجتماعية لكن أنا كيف أفرك بين أنه هذه مسؤولية اجتماعية وهذا حق أو واجب على القسم هذا شوف هي للأمانة يعني هذا يرجعني الموضوع حول المسؤولية الاجتماعية إلزامية ولا طوعية وهذا بره ثانية يعني موضوع ديبيتابول بين الناس أنه رغم أننا من المدرسة اللي ما تؤيد أن يكون هو إلزامي لأنك أنت في الأخير جزئية المسؤولية الاجتماعية هي تكمن في الابتكار أنت اليوم لما نجي أفرض عليك أنا ما أبغى ترى لذلك نقول لشركات ما أبغى مسؤولية اجتماعية بالفلوس إحنا في بلد خير في بلد معطاء لا ينقصنا الحمد لله المادة لا من جهة الدولة ولا من جهة رجال الأعمال والشركات اللي عاملت داخل البلد فالحمد لله عندنا وفرة في المادة حتى ترى في موضوع الأوقاف المؤسسات غير الربحية دائما تجد في وفرة في المادة ولكن في نقص في المبادرات النوعية المبتكرة اللي تجد حلول مستدامة للمشاكل وقضايا الاجتماعية فأنا لما نبغى الشركة أبغى الشركة تقدم لي جزء من خبراتها وإمكانياتها زي الشركة ما هي قاعدة تسعة على أنها تسوي منتجات وختمات مبتكرة خلاقة تنافس بيها صح أو لا؟ طيب أنا أبغاها أيضا تساهم في النتجة لأفكار لحلول لقضايا اجتماعية مبتكرة وبالتالي أنت حققت لي كشركة أنك سخرت لي لما نرجع نقول على موضوع المورد البشري وقوة المنظمة كيف تسخر هذه الحلول سواء كانت تقنية حلول بشرية مختلفة مبادرات تتعلق بالتعليم تتعلق بالصحة وهذا أيضا يخذني لجانب كلما كانت المسؤولية الاجتماعية نابعة من جوهر عمل المنظمة كلما كانت أقوى وأسمى في رسالتها وأكثر استدامة لما أنت جيني أنت تقول لي مرة ثانية أريد أن أقدم مسؤولية اجتماعية فتأخذ دور المبادرات هتشرق وتغرب تروح مرة شوية صحة بعدين شوية تجي تعليم بعدين تروح رياضة بعدين تروح ثقافة بعدين أنت معك خير وتبغى تأخذ من كل بستان زهرة ولو تبغى عن طريق ممارسة الممارسة أنا إيش مجالي لذلك ارتباطتها باستراتيجية وجوهر عمل المنظمة هو أمر استراتيجي مهم أنا كجهة وإيش مجالي مالي في مجال رياضي أنا في مجال صحي أنا في مجال تعليمي وإيش المجال اللي أنا أعمل فيه كشركة لابد أن تكون مبادراتي خاصة نحن نسميها اللي هي المبادرات الأساسية أو الاستراتيجية أو بالإنجليز أو الفلاكشف بروغرامس هذه لابد أن تكون منظمة يكون عندها على أقل برنامج واحد اللي يتضع فيها استثماراتها مثلا هي مثلا في مجال التوظيف تنشئ برنامج استراتيجي في التوظيف إذا هي في مجال ريادة الأعمال أو حتى مولاس في مجال ريادة الأعمال ممكن تركز على ريادة الأعمال في الجانب التقني بحكم أني شركة تقنية فأدعم رواد الأعمال التقنيين فبالتالي الأثر حقي رح يكون أعظم وأعمق لأنه في تخصصي وفي مجالي وأفهم فيه وهنا القيمة المضافة القيمة المضافة مو فلوسك فلوسك ما هي قيمة مضافة القيمة المضافة في الإبتكار النوعي اللي أنت تحضيفه على هذه المبادرة إنك كيف تصنع الإيكو سيستيم هذا النظام هذا الاقتصادي اللي أنك أنت حتى اللي تمكنهم تخليهم بكرة مثلا موردين لك فتغلق هذه الدائرة يعني أنا مو بس دعمتك كرائد أعمال أو كمورد لا أنا قاعد أدعمك عشان أشتري منك عشان تكبر معايا فهذه دائما المبادرات اللي إحنا يعني في المسؤولية الاجتماعية ننادي بها وكل ما كانت هي لها علاقة بجوهر عمل المنظمة كل ما كانت المبادرات أسمى وأعمق في أثرها هل تتكر أن بعض الممارسات بحكم تجربتك في منشآت كانت يعني كانت صلب ممارسات المسؤولة الاجتماعية في صلب عملها ومنشآت أو قطاع أو شركات كانت تشارك وتغرب يعني كأمثلة واقعية أمثلة بدون ذكر أسماء في أحد الجهات مثلا هي في مجال المالي وأوجدت برنامج يتعلق بعملية الإدخار وفي عملية اللي هو الوعي المالي وبالتالي أصبح هذا تحول حتى من برنامج إلى مؤسسة فهي أصل مجالها مالي مجالها مالي في مجال الاستثمارات المالية جميل فدخلت في مجالها في الوعي المالي المتعلق بالمسؤولية يعني هي مسؤولية الاجتماعية مسؤولية الاجتماعية أنشأت برنامج وهنا ما نقول لك أنه لابد على الأقل برنامج واحد على الأقل برنامج واحد يكون في صلب مجال الشركة بتبغى تشرق وتغرب بعدها ما عندي مانع ولكن في الأساس يكون عندك هذا البرنامج تصب في جهودك تصب في ميزانيتك لأنه أثر وأعظم ولا يمنع أنك تشرق وتغرب بعد كذا فالبرنامج هذا لأنه شوف هنا كيف كان عمقه والدال وين من أنه برنامج مسؤولية اجتماعية يتبع شركة إلى أنه مؤسسة غير ربحية قائمة بذاتها وتعمل جنب إلى جنب مع عدة وزارات في حل قضية موضوع الوعي المالي فهذا عمق جميل جدا وبالتالي من وين جاء جاء بحكمة تخصص لو هي راحت للمجال الصحي فلنفرض ما كانت ستهلت وهي مالي مو مجالي ما عندي القيمة المضافة زي أنت لما تبحث اليوم عن شريك مثلا في بيزنس غالبا يقولك يا أخي أنا ما أبحث عن الشريك فقط للمادة صح أو لا؟ أبحث عن الشريك اللي يكمني اللي عنده نقاط إما من خلال علاقاته إما من خلال خبراته ممكن يكون عندي فلوس لكن شكرا أحتاج الشريك اللي يفعل بالتالي نفس القضية أنت في المسؤولية الاجتماعية تحتاج فعليا الشريكة الاجتماعية اللي يضيف بالتقنيات والخبرة والموارد البشرية اللي يملكها والابتكارات اللي موجودة ممكن يستحدثها لأنه يصنع التغيير يعني هل ممكن بعض الشركات ما هي عارفة هي أنه عندها صحيح تسوي المسؤول الاجتماعي بس ما هي عارفة مين تبدأ كيف تبدأ صدقت كثير هذا إيش تسوي والله يشوف إلى قبل فترة قريبة أنا كنت أجد لهم العذر لكن الآن بعد موضوع الاستراتيجية والأدلة الوطنية فأصبحت خارطة الطريق الواضحة الحمد لله فمرجعية موجودة عندك المنصة الوطنية اليوم للمسؤول الاجتماعي القائمين عليها الدار العام في المسؤول الاجتماعي في وزارة المورد بشرية يقدم وجهود والله جدا كبيرة خلال الفترة الماضية وجدنا مخرجات ومنتجات عظيمة جدا مرجع جميل جدا أنك ترجع لها وتعرف من أين تبدأ وأنا أرجع أقول لك أبسطها مثلا زي الدليل الإرشادي حق الآيزو سبعة محاور أرساسية لو مشيت عليها حتبني مسؤولية اجتماعية بطريقة صحيحة اليوم الشركات الاستشارية اللي موجودة في شركات كثير استشارية في مجال المسؤولية الاجتماعية تستطيع أنك تتعاقد مع واحدة من هذه الشركات هو investment بالنسبة لك على long term هو مفيد لك كشركة لأنه حيساموا في أن ينشئوا لك برامج محوكمة برامج تتوائم مع استراتيجيتك وتخدم أصحاب المصلحة المعنيين فيك يعني بعض الأحيان الشركة بذاتها ممكن ما يكون عندها الخبرة النوهاو بالضبط والنولوج والمعرفة فأنا أستعين بشركة استشارية لو لو ما تريد تسوي استراتيجية ولا تريد تعمل أي برامج مختلفة ولا أحيانا تريد تعمل على موينتج ما بتستعين بالشركات استشارية صح ولا الله ما شمعنا في الجوانب هذه الربحية أنت تريد أن تعمل عمل مؤسساتي واستراتيجي ولما نيجي للجانب المجتمعي أنك أنت تقل فيها وتقول لا جيب أي أحد وهذا ترى يخدنا لجزئتين مهمة جزئية أصحاب المصلحة وجزئية اللي هو خلينا نروح لأصحاب المصلحة ونروح لجزئية ثانية عشان لا نخبط فيها في أصحاب المصلحة مثلا أنت لازم تعرف منهم أصحاب المصلحة زي ما ذكرناهم قبل قليل لأنك اللي هي الجزئية الأخيرة في مرفأ الألف أس الأدوار وأصحاب المصلحة فلابد أنك أنت توجه أيضا المسؤول إذا ما قلنا هي من جوهر العمل لابد أن هي تكون أيضا لأصحاب المصلحة لأننا نرجع لموضوع الأقربون الأولى بالمعروف فأنت من أصحاب وين دائرة التشغيل حقتك كشركة هل أنت متمركز في الرياض هل أنت متمركز في جدة هل عندك فروح أو للمملكة لابد مسؤولية اجتماعية تكون تنطلق من دائرة العمليات التشغيلية حقتك فمثلا مو أنت موجود في الرياض وأروح أسوي مسؤولية اجتماعية في الجنوب مثلا طيب أنت موجود أثرك أصلا موجود كأثر عمليات تشغيلية في الرياض في الرياض وش ودك فهنا ما عندك استراتيجية واضحة ما تعرف من وين تبدأ مع أنه بدأ بدأ من هدف الشرك نفسه صحيح لو قلنا مالي مثلا لكن هنا النقطة الثانية أنه مالي لكن هل أنت عارف فين تأثيرك أو وين دارت العمليات التشغيلية تبعك فيصير هنا إذا أنت من تعارف إيش الحل ما أنا أقول لك إذا ما أنت عارف أنت حترجع مرة ثانية لأصحاب الاختصاص حتتجيب شركة استشارية حتترجع لأنك أنك تشتغل مسؤولية اجتماعية بدون استراتيجية ترى هو خسارة لوقتك وخسارة لمادتك وخسارة لكل شيء إيش ممكن يسمى لو أني أنا أشتغل من غير ما أنتكون متعلقة بالاستراتيجية هل لها مسمى ثاني يعني هي مبادرات والله نرجو أقول لك اجتهادات اجتهادات لأنه في مبادرات وفي ممارسات بس هذه لا هي هنا ولا هي هنا يمكن تضبط يمكن ما تضبط يمكن زي اللي قاعد يستثمر ويشتري أي سهم ويبيع في أي سهم ولا هو داري وشا الطبخة ما عنده استراتيجية واضحة للشراء والبيع فهو نفس الحكاية بس أولا أحيانا يكون الهدف إعلامي تسويقي فبالتالي هو وش اللي يسمع وإيش الترند العيام ذي وين راح الموجة وروح معها وحطها مسؤولي الاجتماعي حطها كبرها مسؤولي الاجتماعي وتعال سوي لك التغطيات هذيك وجيب لك مشاهير يصوره لك شويتين وتصير أنت بطل المسؤولي الاجتماعي وهذا الاختصاص يزعلون يقول هذا ما يمسؤولي الاجتماعي يا سلام عليك نشطاط وغضب لأننا نحاول نرقع من هنا ويجعون هم الله يصلحهم ببعض الممارسات اللي هي فعلا تسيء لموضوع المسؤولية الاجتماعية ولو أخذنا الجانب الآخر اللي هو قلنا نشرق ونغرب هل يعني من واقع تجربتك شفت منشآت أو شركات ما هي عارفة ما هم عارفين نسكون الجادة كثير للأسف هم كثير الشركات اللي في لذلك أنا أقول احنا في وعي الحمد لله والوعي هذا اليوم خلانا يعني نصل إلى أنه ارتفاع في نسبة الممارسات المسؤولي الاجتماعية فمثلا عندك أنت عام 2019 كانت المسؤولية الاجتماعية كممارسات للشركات الكبرى لا تتجاوز تقريبا 30% في عام 2022 وصلت إلى 60% ما دليل أنه في وعي الحمد لله لما تيجي على مستوى الانفاق الاجتماعي للمسؤولية الاجتماعية للشركات كانت تقريبا 1.19 في عام 2019 وانتقلت تقريبا إلى ثلاثة ونص في عام 2022 فهذا مؤشر هذا مؤشر جميل جدا أيضا الأمر الأخير الذي أعلن في نهاية العام الماضي الذي هو نسبة مساهمة الشركات بأكثر من مليار ريال على منصة وطنية هذا مؤشر لأنه في وعي الحمد لله لكن الوعي لابد أن يقترن بالفهم والفهم والفهم لابد يعني أحيانا هو في وعي وفي 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 إدراك بأهمية المسؤولي الاجتماعية وفي مناوشات ومحاولات ولكن لابد أن تكون مفهومة ومبنية بشكل صحيح وإستراتيجي لأن إذا ما كانت بالطريقة هذه هنتكلم بعدين عن الأثر ما حيكون لها الأثر طويل المدى أو قد لا يكون لها أثر حتى هي مجرد فقاعة أنا عملت المبادرة الفلانية صرفت عليها المبلغ الفلاني وأنتهت القضية بعد الخبر الصحفي قفلنا الليلة وهذا ما هي متعلقة بالمسؤولية الاجتماعية كمفهوم وكمؤشرات لا هذه أنا أرجع أقول لك سمها تسويق سمها اتصال مؤسسي وعلاقات عام وسمها ترويش سمها ايش تبه وهذا ترى يعني برضو من الأشياء اللي هي وين موجودة المسؤولية الاجتماعية داخل المنظمة هل لها كينونة هل لها إدارة هل لها فريق عمل ولا هي أنت إيش شايف في المنظمات وأنا شوف أرجع أقول لك مرة ثانية أنا متفائل الواقع مبشر والدليل أنه العديد من الجهات المختلفة حكومية وغير ربحية وشركات في الآوينة الأخيرة قاعدة تستحدث أنه إيجاد إدارة المسؤولية الاجتماعية ولكن وجود هذه الإدارة يعني إحنا عندنا معضلة اللي هي أنه في إدارة ولا ما في إدارة إذا ما في إدارة حتكثر من الموضوع شرق وغرب لأنه ما في إدارة واللي بيقودها هو شخص من إدارة التسويق أو من إدارة التصال المؤسسي أو من إدارات مختلفة فسيتأثر بشكل كبير جدا بالجانب اللي هو المفروض موجود عليك مستهدف بالمرجع ستستخدم المسؤولية الاجتماعية كآداء لزيادة انتشار المبادرة مثلا أو انتشار اسم الشركة أو انتشار لمنتجات الشركة لكن ما عندي العمق اللي أنا فعليا أبغى أغير أبغى أؤثر فبالتالي ما رح تصل فإذا أنهينا جزئية هذه الخلافة إنه في ولا ما في طيب نجي في ممتاز في وينها هنا تحدي آخر لأنه إذا في أحيانا تلقاها موجودة تحت إدارة التسويق تحت الاتصال المؤسسي تحت الموارد البشرية طيب هي من الإدارات اللي مفروض تكون مرجعيتها عليا للرئيس التنفيذي نائب الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة لأنها إدارة تتقاطع مع كل الإدارات فوجودها تحت إدارة رح يؤثر في حوكمتها فلني أنا المفروض أني أتأكد مثلا من مراجع مع إدارة التسويق أنه يصير التسويق بشكل مسؤول الإعلام بشكل مسؤول المشتريات بشكل مسؤول فإذا أنا وجد تحتهم ما حقدر حاسبهم ولا حقدر ولا حقدر أني فعليا أخذ الدور الرقابي أو الدور الإشرافي أو الدور التوعوي وعند الحرية في أن يدخل في الأكسام ممتاز والجزء الثاني أنه كل إدارة هذه لها مستهدفات فوجود جسم المسؤولية الاجتماعية معاهم هو جسم إضافي طفيلي فأنا اليوم كأقود مسمى مثلا مدير عام رئيس إدارة التسويق عندي مستهدفات تتعلق بالتسويق هذا جزء يمكن سستخدمه لتحقيق مستهدفاتي بس ما يتعارض بس أنه ما بغى يتعارض لأنه لو تعارض أنا ما بغى ما نرجع بالفعل ولا حاستخدم أنه خليه تعارض معايا لأنه يتبع لي كجسم مضاف لي أنا وفي الأخير حتى أحيانا من يقود هذه الإدارة قد يكون شخص ما هو متخصص في هذا المجال لأنه أرجع واحدة أحيانا تكون من الموجات خلينا نركب الموجة ونسوي إدارة طيب ما استقطبت لهذه الإدارة وهذا ترى واحد من التحديات الكبيرة جدا يعني أنا أقول لك أنا أواجهها بشكل شهري كثير من الجهات تتواصل معايا جهات حكومية وشبه حكومية وقطاع خاص وقطاع غير ربحي استقطاب لموضوع المسؤولي ترى فيه شح شح مخيف في الكفاءات في هذا المجال ففعليا نحتاج إلى عملية إيجاد آلية لتأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية بالمفاهيم الصحيحة في مجال المسؤولية الاجتماعية عشان يقود ملفات المسؤولية الاجتماعية بشكل صحيح يتلائم ويتوائم مع استراتيجيتنا الوطنية جيد وهذا الشيء اللي عملت له في هذه النقطة والله يشوف الآن ضمن الاستراتيجية الوطنية وفيه خمسة ركائز واحدة من هذه الركائز اللي هي الوعي وتنمية القدرات فهذه خطوة جميلة لأنها أصلا هي واحدة من الركائز الأساسية في استراتيجيتنا الوطنية يعني طالما أنه أنا على وعي بأنه هذا تحدي ونحتاج له علاج فهذه أول أول أساليب العلاج مؤخرا حتى كان في اللي هو التوقيع وزارة موارد بشرية مع جامعة الفيصل في الرياض على ماجستير المسؤولية الاجتماعية والآن اللي إحنا ننتظره اللي هو عملية المسؤولية الاجتماعية كبرامج تأهيل وتدريب يعني للأمانة اللي موجود في السوق كثير منها تجاري مجرد مسميات رنانة جميلة تحسسك إنك وصلت ختمت المسؤولية الاجتماعية مجرد ما تأخذ شي حدا خلاص ما في أحد بعده ولكن فعليا هي ركيكة لأنه في الأخير هي بنيت بهدف ربحي يعني في الأخير ما بنيت من أجل فعليا تغيير وتصحيح وتخريج كفاءات وطنية تستطيع أن تقود هذه الملفات لذلك كانت واحدة من ملاحظاتي على موضوع النظام الحمد لله قبل فترة حتى نزل النظام المسؤولية الاجتماعية على منصة استطلاع وابديت بعض من الملاحظات على نفس المنصة كان من ضمن اليوم موضوع كيف يتم حوكمة جهات التدريب والتأهيل في مجال المسؤولية الاجتماعية أنه مو بأي جهة تنشي أي برنامج وتأخذ عليه من وسط تدريب التقليل المهني شهادة على أنه أو يفساح بأنه تقدم البرنامج تقدم هذا البرنامج لأنك أنت تحاول تنظف من جهة وتجيك الكمية البرامج هذه تؤثر عليك لأنه تخرج كفاءات هم فعليا راح وقتهم كله في كلام لا يتطابق حتى مع اليوم اللي وصلنا من استراتيجية وطنية وأدلة والمواصفات والأخير فبالتالي هو قاعد يرهق ما تقوم به الدولة في ربط يعني مثلا اليوم الإدارة العامة المسؤولية الاجتماعية مثلا إذا المؤسسة العامة لتدريب المهنة والتقنية تكون بدورها لأنه هي الجهة المعنية بالتدريب في المملكة جميل تعطيهم بناء على الأمور التي تتعلق بالمعايير التي هم يتطلبوها ولكن إذا كان الموضوع يتعلق مسؤولية اجتماعية بعد ما تعطيهم الإفساح اللازم تلزمهم بحصول على إفساح آخر من الإدارة العامة للمسؤولية اجتماعية عشان تراجع المحتوى في ربط في ربط وما يصير أنه في كل جهة هي تعمل وحدة صحيح فيصير كل البرامج إذا هي معتمدة من المؤسسة العامة لتدريب التقني والمهني وإذا هي معتمدة من الإدارة العامة في المسؤولية الاجتماعية فبالتالي أنا أدخلها وأنا قلب قوي ومطمن أنه هذه رجعت وهذه سرتيفايد والآن أدخلها وأخذ شهادتها وحتى بعدين الشركات تعمل لا اعتبار لأنه نعرف الذي خرج من هذا البرنامج هو فعليا فاهم المسؤولية الاجتماعية ويقدر يطبق لياها بالطريقة سألنا أرجع أقول له اليوم نحيانا ما لهم الشركات أيضا أو رجال الأعمال هو فعليا اللي واصله أنه موضوع المسؤولية الاجتماعية أنه هي عبارة عن صرفيات فلوس يا أخي ميزانية ضغفية وخلاص لكن لو جبت لك أحد فاهم المجال يستطيع أنه يسوي لك من اللا شي شي يعني أذكر في واحدة من الجهات اللي عملت فيها كان عندنا مشكلة في الميزانية المالية فأبلغت بأقفل العمل وأستمتع بالحياة خضرات بك ما نبغى مسؤولية اجتماعية وكان في ذيك الفترة في مشاكل مجلس الإدارة على موضوع ربحية وما ربحية فمجلس الإدارة رأى قال أنه يعني ما ينفع نسوي مسؤولية اجتماعية وإحنا جاركة ما عندنا حتى ما يمشين فرجاء قالوا حسب توصيات مشكلة سليدارة لعد تسوي شي مسؤولية اجتماعية ففي ذيك الفترة أخذتني العزة وبالإثم يعني كيف يا جماعة الخير تقولوا لي قفل ترى هذا قد يكون في بركة يجب لكم الربحية يعني تقفلوا بفل البركة وبعدين من الممكن أنه يعزز من سمعة المنظمة في كل الأحوال فقلت يا جماعة خير أعطوني فرصة رح أحاول أجد خطة أنت إيش مشكلتكم فقط موضوع أنه في صرف أنت يقنوا مجلس الإدارة طرح من سوية مسؤولية اجتماعية ببلاش 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 فإذا هي المشكلة فعليا فقط مادية فحنسوي شي يبيض الوجه وفعليا والله رجعنا عملنا خطة استراتيجية مع فريق العمل واستطعنا أنه نقدم مرة ثانية ما نقول لك من جوهر العمل من قوة المنظمة طلعنا مجموعة أنا ما بقول في أي مجال عشان لا يتضح وين بكان طلعنا مجموعة من المنتجات ومجموعة من الخدمات وبدأنا نسوي فيها شراكات مع الجهات الغير ربحية المختلفة صفر ريال صفر ريال لا ومو كذا أصبح اللوغو حقنا موجود على الصحف وفي الشوارع أنه إحنا راعي استراتيجي فأذكر حتى في ذيك اليوم مديري قال يا أخي أنت ويش سويت لهم كيف أقنعتهم يحطوا اللوغو حقنا في كل مكان كذا وقلت والله يا حد هذه مرة ثانية يرجع لك فيها اللي هي كيف تستثمر وكيف تعطي قيمة لمواردك الأخرى لا تركز على الجانب المادي نحن نملك موارد ترى أحيانا حتى الجهات الأخرى اللي بتتعمف نسي القطاع غير الربحي ربما كنت نواجه بعض التحديات في أنه غالبا يقول لك أعطيني مادة 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 لكن الجهات اللي هي واعية يقول لك يا أخي أنا ما أبغى المادة بحد المادة بس أنا عندي نقص في الجانب الفلاني تقدر تكمل لي أقول لي والله أقدر أكمل لي أنا عندي مثلا قنوات تواصل اجتماعي فيها ملايين متابعين أقدر أروج لك لشيء يتعلق بالجمعية حقتك وشيء من خلال قنوات تواصل اجتماعي من خلال اللي هو الهدايا اللي ممكن أقدمها من منتجاتي في الفعاليات استضافتهم في مقري فهذه كلها نقدر أقدمها بدون أي كوس بدون أي تكلفة مادية عليك منظمة فبالتالي نرجع مرتين على موضوع الكفاءات الوطنية متى ما وجدت البرامج فعليا اللي هي تكون محكمة راح تساعد بشكل كبير جدا في أنه يطلع عندنا كفاءات وطنية عندها القدرة على أنها تقود هذا المجال وهذا يخذني لموضوع أنه مسؤولية اجتماعية كمسار مهني يعني أنا أذكر في سنوات سابقة عملت مع مجموعة من الزملاء والزميلات وكان أرجع أقول لك أنا شغف عندي اتجاه المجال كبير فكنت دائما متحيز اتجاه المسؤولية اجتماعية كنت أراها بمنظور مختلف وأنه لها مستقبل مشرق وواعد والحمد لله هذا ما وصلنا له حتى اليوم يعني السعودية رائدة في كل شيء الحمد لله اليوم في كل المجالات تريد أن تأخذ السبق والرياض وكدولة وكشعب نستحقها للأمانة فأنا متأكد ومتيقن خلال السنوات القادمة حيكون لنا السبق في موضوع المسؤولية اجتماعية ليس على مستوى القليمي بل على مستوى عالمي وإحنا اليوم ماشينا على المسار الصحيح يعني اليوم أنت تتكلم حسب مؤشر الـ IMD اللي هو مؤشر التنافسية في موضوع المسؤولية الاجتماعية كالسعودية انتقلنا من ستة مراكز وصلنا إلى مركز العشرين فهذا مؤشر جدا إيجابي وفي أخبار جميلة بحول الله تعالى خلال يعني الشهور هذه القادمة راح بمشيئة الله تعالى تعزز من وجود السعودية على الخارطة المسؤولية الاجتماعية عالميا جميل ولو تكلمنا هنا على فكرة ومفهوم الاستدامة وممكننا نطرق على الاستدامة للمبادرة أو تأسيس النادر الاستدامة ودي برضو أتكلم على نادر الاستدامة وفكرة مفهوم الاستدامة مع المسؤولية الاجتماعية جميل خلينا نبدأ بالمفهوم ونروح للنادر بمشيئة الله تعالى شوفوا كمفهوم أحترم كل الأراء وكل وجهات النظر وهذا شيء للأمانة هو شيء صحي ولكن وجهة نظري فيها أنهم هم مفهومين مكملين لبعض يعني نحتاج المسؤولية الاجتماعية ونحتاج الاستدامة البعض يظن أنه الاستدامة هو النسخة المحدثة من المسؤولية الاجتماعية فيجب أن نلغي المسؤولية الاجتماعية ونكتفي بمفهوم الاستدامة والبعض يرى أن الاستدامة قد أقول مفهوم رنان شوي كذا ياك العيش جميل كذا استدامة فيميل له أنه والله مجرد مسمى يمكن حتى ما يعي عمق المفهوم كاستدامة وحتى كمسؤولية اجتماعية ولكن في الأخير المفهومين هم مفهومين متكاملين مع بعض المسؤولية الاجتماعية هي معنية بعملية أن تخلق قيمة لأصحاب المصلحة وكيف تعزز المعايير والمبادئ والأخلاقيات والالتزام بها داخل هذه المنظمة هي روح هي ثقافة هي قيم لا توجدها إلا من خلال إدارة المسؤولية الاجتماعية إدارة الاستدامة هي دورها الحاقي بعد ما أرست المسؤولية الاجتماعية هذه الثقافة وهذه القيم وهذه المبادئ وأوجدت الالتزام بها وجابت أفضل المعايير العالمية وبالآخره تجيك إدارة الاستدامة تقوم على عملية تحليل الفجوات يعني اليوم إذا قلنا مثلا عندنا إدارة المشتريات هذه الإدارة مثلا المفروض أن تعمل على استحداث أو استخدام مجموعة من المعايير العالمية للمشتريات المسؤولة إحنا ساهمنا في عملية إيجاد هذه المعايير كإدارة مسؤولية اجتماعية وأقنعنا بيها وجبناها دور إدارة الاستدامة اليوم هي المتابعة على مدى تطبيق هذه المعايير وتحليل الفجوات وين نقاط القوة وين نقاط التحسين عشان تستمر عملية التحسين المسؤول المستمر فبالتالي ما يكون هو تحسين لحظي فالاستدامة دورها تحافظ على هذا التحسين وعلى هذه التنمية فهي تراجع خلف الجهات أو العفو الإدارات المعنية هذه وتعمل على إيجاد اللي هي ربط النقاط connecting dots نسميها إحنا ما بين النقاط القوة ونقاط الضعف وما بين الإدارات داخل المنظمة وعملية أيضا اللي هي القياس القياس والإفصاح بالتقارير فتعتمد على عملية الإفصاح عن هذه الممارسات اللي قاعدة تصير داخل المنظمة للجهات الخارجية هذا بشكل جدا مختصر واليوم في كثير من الجهات بدت تطبق هذا المفهوم بأن مستحدث الإدارتين عندها إدارة مسؤولية اجتماعية وعندها إدارة استدامة فهذه من أفضل ممارسات اليوم لكن للأسف أنا أقول لك في بعض المناقشات أنه فعليا التوجه غير واضح بالنسبة للبعض أنه هل فعليا أنا أروح للمسؤولية الاجتماعية ولا أروح للاستدامة ليش ما هو واضح أرجع أقول لك لأن مفاهيم هذه مفاهيم مستحدثة جديدة يعني وإن كانت هي قديمة قديمة متجدد فأنت حتى أحيانا تجد ما بين أصحاب الاختصاص يعني أكلم كل يوم لو نجلس نحن مجموعة في المسؤولية الاجتماعية ولا نجلس مع مجموعة من الاستدامة وأنا يمكن وفقت أني أكون مصلح بينهم فأخذت الاثنين فموضوع المسؤولية الاجتماعية هتجد فيما بينهم أنه مثلا اتفاق بأنه والله البعض أنه فعلينا مسؤولية الاجتماعية فقط تتعلق بالمبادرات اللي هي أنت كنت تقول أنها ما هي مبادرة وهم مختصين في المجال بس ترى هذا الشيء وتجد في بعض في الاستدامة نفس الشيء مثلا يقول لك والله الاستدامة يميل كثيرا إلى البيئة وهذا أيضا من أين جهت الاستدامة؟ هي جهت من رحمة البيئة كان استدامة البيئية الاستدامة الموارد الطبيعية ولكن توسع المفهوم وأصبح يشمل الجانب الاستدامة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية والبيئة فبالتالي المفهوم يتطور زي ما هو المسؤولية الاجتماعية مفهوم يتجدد ويتطور كيف تأخذ أفضل ما في هذا وتأخذ أفضل ما في هذا وتضعها في منظومة متكاملة وتستطيع من خلال أنك تأخذ بعيدا حتى عن المسميات يعني مثلا ترى حتى المسؤولية اجتماعية فيه مسؤولية اجتماعية ومسؤولية مجتمعية اي وتجد حرب هي مجتمعية والاجتماعية فأنا نحن نقول يا أخوان بعيدا عن وش المسمى أو المصطلح الأهم بالنسبة لك أنت أنه اليوم كيف طريقة تطبيقها هذا أهم شيء كيف تطبيقها أنت تطبيقها بطريقة صحيحة وبعدين تعالي نرجع نتفاهم على مجتمعي والاجتماعي ولو أني من ربعي اللي يرى الاجتماعي أشمل حتى كترجمة انجليزية اجتماعي وليست وليست مجتمعي فالمجتمع هو جزء من الاجتماعي فلذلك ركائز المسؤولة الاجتماعية البيئة والمجتمع والاقتصاد أو في البعض يسموها البيئة والمجتمع واللي هي بعد كده تجيك الwork place والmarket place اللي هي سوق العمل وبيئة ومكان العمل بعد ما عرفنا الفروقات بين الاستدامة والمسؤولة الاجتماعية خلينا نتكلم على فكرة تأسيس نادي الاستدامة مبين نادي الاستدامة هذه كانت يعني للأمانة من أعظم التجارب اللي خطتها مع يعني اذكر في عام 2021 تواصل معي أخي وصديقي بدر الجهني عبد الرحمن مسي عليه وكان عنده هذا الهاجس وكان يختار مجموعة من الأشخاص اللي عندهم هاجس اتجاه الاستدامة وكيف من الممكن أنه نستطيع أن نعمل على إيجاد مرجعية للاستدامة في السعودية تساهم في موضوع رفع الوعي بموضوع الاستدامة وكنا نرى يعني عملية توجهات الدولة خاصة بعد رؤية 2030 وكيف أصبحت الاستدامة جزء لا يتجزأ من موضوع كثير من الممارسات اللي سواء في عملية الاستثمار في الشركات في الجهات حتى الحكومية اليوم السعودية مرثاني نرجع أقول لك تقود الريادة في هذا المجال مجموعة من المبادرات من موضوع المبادرة السعودية الخضراء وكثير من المبادرات اللي إحنا الحمد لله بنقودها في في السعودية وحتى إيجاد الأيام يعني وزي يوم المسؤولية الاجتماعية يوم المبادرة السعودية الخضراء فهذه كلها تعزز من دورنا القيادي في السعودية فللأمانة اجتمعنا مع مجموعة من الأشخاص لإيجاد كيان من خلاله نقدم الوعي واتفقنا على ثلاثة أهداف أساسية وثلاثة ركائز أساسية توعية وتأصيل وتفعيل وهي الهدف عملية رفع الوعي بممارسات الاستدامة عملية تأصيل موضوع المحتوى العربي في موضوع الاستدامة وتفعيل دورنا كمتخصصين في مجال الاستدامة من خلال المبادرات والبرامج اللي إحنا ممكن نقدمها وعملنا يعني على مجموعة من المنتجات اللي عندنا اللي هو مثلا مجلس الاستدامة نقيمه بشكل شهري لأن لثلاثة سنوات متصلة وهو مرة في نهاية كل شهر نهاية ثلوث في كل شهر نستضيف فيه من المتخصصين في الاستدامة من الشركات والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي يتكلموا فيها عن تجاربهم في موضوع الاستدامة وعندنا منتج أيضا حوار الاستدامة نقدمه بشكل حضوري أيضا في الرياض وندعو ضيوف بيكون برنامج هو حواري وليس أشبه بالمحاضرة زي مجلس الاستدامة وعندنا أيضا رفوف الاستدامة وهي مجلة ونشرة توعوية نقدمها بشكل دوري ومننشرها على قنواتنا في التواصل الاجتماعي وحتى الحمد لله اتساعنا الآن يعني على مستوى حتى الدول العربية لدينا كثير من المتابعين الحمد لله من الدول العربية وكان يعني في ذلك الوقت لمن بدنا حتى أنه كيف نكون كنادي مرجعية للمسؤولية الاجتماعية والآن نحن في طور مأسسة العمل وتحويله من نادي إلى جمعية حتى نكمل رسالتنا في نادي الاستدامة جميل ولو يعني تكلم على إيش الأثر اللي تحقق خلال فترة التأسيس إلى الآن عظيم أنا أقول لك يعني واحد منها عملية أنه لما اليوم تشوف كثير من الأفراد اللي خاصة بيقوموا بدراسات في موضوع الاستدامة فأحيانا المعلومة عندهم لها قيمة فأنت لما توفر لهم مجموعة كبيرة جدا من المعلومات ومن الضيوف والخبرات والتجارب فأنت فتحت لهم أبواب كبيرة جدا تساعدهم على عملهم البحثي وهذا للأمانة يعني واحد من الأمور اللي إحنا تنقصنا سواء في المسجل الاجتماعية أو الاستدامة موضوع المحتوى العربي والبحوث أو المكتب العربية في موضوع المجالين فعملية إثراءها بالبحوث العربية واحد من الأمور فعليا اللي راح تساعد في عملية ريادتنا في هذا المجال فالأرض خصبة في هذا المجال وموضوع أيضا اليوم لما بيحضر لك من كافة الفئات فئات الطلاب مثلا فأنت لما تبدأ يدور في بالهم موضوع أهمية الاستدامة سواء كممارسة كفرد أو حتى كمسار مهني مستقبلي فمثلا تجينا كثير من الأسئلة إنه كيف لو أصير متخصص في مجال الاستدامة كيف لو أعمل في هذا المجال في الاستدامة واستضفنا ضيوف عندهم باع في هذا المجال وعندهم كتب أيضا في هذا المجال فهذه بالأمانة من الأثار اللي أقول لك والقصص الجميلة اللي إحنا كنا نسمعها وبعضهم يعني من كان استفادوا من هذه المواضيع وجو واستضفناهم في لقاءات لاحقة وجو قدموا تجاربهم فمن مستفيد إلى مقدم لتجربة والآن إحنا هدفنا عملية أنه مأسسة هذا العمل وحتى أنه نحافظ عليه من كان هو لازال نادي تطوعي ما له كينونة رسمية لأنه برعاية من إحدى الجهات الإعلامية ولكن نحتاج أنه نضعه في كينونة القانونية كجمعية غير ربحية والآن في مرحلة التأسيس لها جميل ولتكلمنا أبو أنمار أنت عندك مقولة شهيرة شهيرة تتكلم على فكرة أن المسؤولية الاجتماعية ليست فقط أن تفعل خيرا بل أن تكفي شرا وكف الشر مبدأ على خير إيش الفكرة إيش الفكرة هذه تلخص المسؤولية الاجتماعية بالنسبة لي ودائما أحب غالبا أني أبدأ وأختم فيها فهي توطي المعنى السامي لموضوع المسؤولية الاجتماعية يعني لا تأخذك كثير موضوع أنك تفكر كيف أقدم مسؤولية اجتماعية ولا إيش المبادرة ولا أحتاج إيش الاستراتيجيات اللي أعملها أو إلى آخره أو أنك تظن أنه هي عبء مالي بأخي فقط لو كفيت الناس شرك كنت فردا وجهها هذه أعظم مسؤولية اجتماعية أنت تقدمها في الحياة بعدها سوي اللي أنت تبغى جيب لنا الخير على كفوف وعلى ورد ما عندنا مانع بس وهذا الأصل ترى المسؤولية اجتماعية وهدف تخفيف آثار السلبية للعمليات التشغيلية أنت كمنظم اليوم عملياتك التشغيلية استهلاكة الموارد الطبيعية في عمليات التوظيف في عمليات اللي هي الإنتاج والصناعة كل هذه الأمور لها أبعاد وآثار سلبية موضوع الانبعاثات كثير من الأمور على البيئة وعلى المجتمع وحتى على الاقتصاد فإذا ما كفيت هذا المجتمع اللي فتح لك قلبه وأبوابه حتى أنك تعمل في هذا المجتمع فقط كف وشرك وبالتالي أنت قدمت أعظم مسؤولية اجتماعية اللي هي تتعلق بممارساتك فمتى ما كانت المسؤولية الاجتماعية تقدم من خلال كف الشر فبالتالي راح نشوف مسؤولية اجتماعية مرة ثانية زي الممارسات مبادرة حنشوف يعني مسؤولية اجتماعية لها أثر فيها رقي وفيها سمو وبالتالي حتى في جانب إدارة المخاطر لأن أنت اليوم كمنظمة واحدة من الأشياء اللي يعني قد تعيق تقدمك في المستقبل أو تدخلك في أزمات أو كوارث أنت في غنى عنها الجوانب الأزمات الاجتماعية والأزمات البيئية فأنت عملية تلافيها من خلال تطبيقك للمسؤولية الاجتماعية ومعايرها لذلك تعدى المسؤولية الاجتماعية اليوم من أحد الأدوات المهمة في إدارة المخاطر واستمرارية لأعمال فهي تمنعك أنك تقع في مثل هذه الكوارث البيئية في مثل هذه الأزمات الاجتماعية مستقبلاً وإن وقعت فيها سيكون لك شفيعاً أعمالك الطيبة اللي قدمتها ستكون لك شفيع أمام المجتمع فإنك تتجاوز هذه الأزمة لأن كثير من الشركات بتقع في أزمات وأحياناً تكلفتها وأحياناً لا تستطيع أن تخرج من هذه الأزمة لأنه عملية اليوم لذلك حتى المستثمرين اليوم المستثمرين لما قاعدين ينظرون للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة بنظرة بعين الاعتبار ما هو من فراغ يعني اليوم أنت المستثمر بيروح يشوف مواضيع الـ ESG الـ Environment Social Governance اللي هي الجوانب البيئية حكم البيئة والاجتماعية والاقتصادية بيشوف تقارير المسؤولية الاجتماعية وتقارير الاستدامة للمنظمة ما هو عبثاً لا لأنه هذه اللي تفصح لي على الجوانب اللي هي الغير مالية دائماً الشركات والجهات تفصح لك على جوانبها المالية تقاريرها السنوية وهذا شيء دارج وطبيعي وحسب نوع الشركة إذا كانت مثلاً شركات مسؤولية هي ملزمة أصلاً بهذا الشيء بس هل أنا كمستثمر يكفيني الاستثمار في قرار أني أستثمر بنعدمه التقارير المالية أكيد لا لأنه قد تكون هذه الشركة من الجانب المالي استثمار جداً ناجح ولكن عندها بعض الممارسات في الجانب الاجتماعي أو في الجانب البيئي اللي هي من الممكن في المستقبل القريب أو البعيد تخلي الشركة هذه تقع في خسائر وكوارث وبالتالي كل الربحية تحلق بعيداً فبالتالي جزئية أنك أنت اليوم تعمل المسؤولية الاجتماعية والاستدامة هي أصبحت من المسلمات ولذلك نحتاج الوعي على مستوى اللي هي الإدارات العليا على مجالس الإدارات ولو أنه لا يوجد تحسن كبير فيها أنه لا عد تتعامل مع المسؤولية الاجتماعية بأهواء شخصية وهذا ترى من التحديات اللي هو يجيك رئيس تنفيذي محب للمسؤولية الاجتماعية مناصر للمسؤولية الاجتماعية شغوف في المسؤولية الاجتماعية فترى الشركة محلقة في مجال المسؤولية الاجتماعية يغادر هذا الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة فتغادر محل المسؤولية الاجتماعية وهي المفروض الثابتة من الثوابت يعني اليوم ما تستطيع تقول والله إدارة تسويق والإدارة مالية والإدارة موارد بشرية والإدارة مشتريات والله أنا اليوم أشوف أنه مو لازم والله يكون عندنا إدارة مائلية أنا عندي فلسفة إدارية جديدة محري فلسفة هذه من الثوابت والمسلمات فلذلك لابد أن تكون المسؤولية الاجتماعية من المسلمات والثوابت الموجودة دخلت منظمة وما تروح مع ذهاب الشخص ما تروح أكيد عشان لا تروح الروح لأن مستقبلا إذا ما كانت هي ممارسة أنا أرجع أقول لك حتى فوائد المسؤولية الاجتماعية سواء على مستوى رفع الولاء أو حتى في استقطاب الموظفين والعملاء ووائل آخره وتحقيق أهل الجوائز تعزيز سمعتها طرح ما تتحقق بين يوم وليلة يعني ما نجي نسوي مبادرة بعد شهرين وتسمع أسهمي فوق لا هي عمل مستمر مستدام لسنوات من بعدها تبدأ تشوف الآثار إذا كانت متقطعة ما راح تحصل الآثار الحقيقي من ممارستك لهذه المسؤولية الاجتماعية أو حتى الاستدامة جميل ولو في رسالة يعني في ختام اللقاء بوانمار يعني بتوجهها بناء على خبرتك بتوجهها سواء الشركات أو الأفراد أو المهتمين في المسؤولية الاجتماعية فإيش ممكن يكون؟ عظيم قبل ما أقول الرسالة في جزئية مهمة جدا بأختم فيها اللي هي جزئية أن المسؤولية الاجتماعية لها جناحين يحلقوا فيها جناح الابتكار وجناح الحوكمة فتأكد دائما وجود الحوكمة وتأكد من عملية الابتكار حتى أن يكون عندك مسؤولية اجتماعية كاملة المواصفات الآن ننتقل لموضوع الرسالة بالنسبة للمهتمين أنا رسالتي لهم استمروا بكل ما أوتيتم من قوة في اهتمامكم في هذا المجال لأن هذا المجال مستقبل واعد جدا على مستوى المسار المهني خاصة طلاب الجامعات وترى ما يتطلب أنك أنت تكون متخصص في مسؤولية اجتماعية ما في جسم باكالوريس مسؤولية اجتماعية ممكن تخل متخرج إدارة الأعمال وتسويق في الاجتماعيات في الإعلام وتفر ولكن تسلح نفسك بعد كذا بالقراءة والبرامج التأهلية والتدريبية والرخص في هذا المجال والمستقبل جدا جدا واعد والله يا أخي عبد العزيز أني بدون مبالغة والله بشكل شبه شهري والله تجيني تواصل من جهات مختلفة على عملية ترشيح رشح لنا أشخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية فالمستقبل جدا 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 واعد وحتى من ناحية الدراهم طيب لا تستصغروا مستقبل ممتاز على المستوى المهني وعلى المستوى المادي الشيء الثاني على المستوى اللي هم الشركات الشركات مرة ثانية رجاء الممارسات ثم الممارسات ثم الممارسات فالمبادرات تركزوا على الممارسات بشكل كبير جدا كونها الممارسات هي عصبة المسؤولية الاجتماعية وتراها تخفف على جيوبكم فيذا ركزتوا على الممارسات خفيتوا على جيوبكم وعظمتوا أثركم بالنسبة للجهات الحكومية أنا بالأمانة أشوف فيه حراك جدا رائع ومبشر في استحداث إدارات المسؤولية الاجتماعية فأيضا أتمنى الاستمرار في عملية استحداث هذه الإدارات واستقطاب الكفاءات لها لأن اليوم مرة ثانية حتى الجهات الحكومية لها دور في المسؤولية الاجتماعية خاصة إذا ما تكلمنا لجزئية الممارسات على مستوى أيضا الجامعات الجامعات لها دور كبير ومحوري وهي يتشكل فيها الطالب فعملية الأندية الطلابية واستحداث أندية المسؤولية الاجتماعية ورفع الوعي داخل الجامعات استحداث المقررات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية وفي بعض الجهات بدأت استحدث مقرر مسؤولية الاجتماعية يستطيع أن الطالب يحضر عليه كمادة اختيارية أيضا عملية الممارسات للمسؤولية الاجتماعية حتى الجامعة عليها ممارسات مسؤولية الاجتماعية فجميل جدا لو استحدثت أندية وتحول الأندية هذه إلى أنها تدير مسؤولية الاجتماعية للجامعة فيخرج الطالب مدقدق على قولهم مضبوط وممارس لهذه المسؤولية الاجتماعية لأنه نطبقها على مستوى الجامعة عنده أيضا على مستوى منتخذي القرار في وطننا الغالي الآن إحنا عندنا حراك أكثر من رائع وعندنا منتجات كثير خلال الفترة الماضية أتمنى أنه يتم تتويجها بأنه ترى المسؤولية الاجتماعية كمركز وطني للمسؤولية الاجتماعية كهيئة للمسؤولية الاجتماعية وطنية وتكون شاملة أقصد بالشاملة هنا اللي هو جزئية تغطي الشركات والحكومة جهات الحكومية والغير ربحية لأنه إلى الآن موضوع المسؤولية الاجتماعية والحراكة اللي حاصل والاستراتيجية مركزة على موضوع الشركات وهذا لا يمنع على قوله مكلن عنب حبة حبة فجميل ولكن لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار حتى أنه تصل الرسالة بطريقة صحيحة بالنسبة للجميع بأنه ترى مسؤولية الاجتماعية هي شاملة وما فيها أحد مستثنى فرداً سواء كانت أو جهة هذه تقريباً رسائلي العامة للجميع وممكن مرة ثانية أكرر المسؤولية الاجتماعية ليس فقط أن تفعل خيراً بل أن تكفي شراً وكف الشر مبدأ لفعل الخير شكراً لك أستاذ فادي وشرفتنا ونورتنا الله أعطيكم العافية شكراً لكم أخي عبد العزيز هذه الاستضافة وتمنياتي لكم بالتوفيق وأنتم تمثلوا رسالة عظيمة من جانب الإعلامي في موضوع المسؤولية الاجتماعية فشد على يدكم بالاستمرار وإن شاء الله بحول الله تعالى أن يكون البرنامج الأول على مستوى ليس فقط السعودية بل على مستوى الوطن العربي والعالمي بمشيئة الله تعالى شكراً لك شكراً لك الله أعطيك العافية